السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ نهاردة معنا فيديو جديد عن هل يحدث حمل والرحم مقلوب وما تأثير الرحم المقلوب على تأخر الحمل لفترة طويلة ساد الاعتقاد بأن الرحم المقلوب من الحالات التي تسبب تأخر الحمل وتؤثر على معدلات الخصوبة وأكدت الأبحاث التي أجريت في السنوات الأخيرة أن انقلاب الرحم لا يؤثر على حدوث الحمل ولا يقلل من فرص الإخصاب إلا إذا اقترن بالإصابة ببعض الحالات الشائعة التي تؤخر الحمل وأهمها بطنة الرحم المهاجرة التهاب الحوض المزمن أو الأورام الليفية وعادة ما يتم علاج هذه الحالات إما بالأدوية أو إجراء جراحي بسيط أما غير ذلك فيمكنك الحمل بصورة طبيعية دون مشاكل إذا كنت تمتلكين رحم مقلوب وينصح الأطباء صاحبة الرحم المقلوب بالنوم على البطن بعد العلاقة الحميمة لفترة حتى يسهل وصول الحالات المنوية للبويضة وحدوث الإخصاب والحمل ثانيا إليكم أعراض الرحم المقلوب لا تشكو غالبية السيدات التي يمتلكنا رحم مقلوب من أي أعراض ولا يعلمنا بانقلاب الرحم إلا بعد إجراء السنار لدى الطبيب ولكن في بعض الأحيان قد يتعرضن لبعض الأعراض التي تشير إلى انقلاب الرحم وهي ألم شديد في المهبل أو أسفل الظهر في أثناء العلاقة صعوبة استخدام السدادة القطنية ألم شديد في أثناء وقبل الدورة الشهرية التبول بصورة متكررة مع الشعور بضغط على المسانة والتهابات المسالك البولية بصورة متكررة وأيضا سلس البول الخفيف والشعور ببروز أسفل البطن وأخيرا في بعض الحالات يفضل الطبيب علاج الرحم المقلوب خاصة في حالات ميل الرحم الشديدة والإنقلاب من الدرجة الثالثة والذي قد يسبب الإصابة ببعض الحالات التي تؤثر على الإخصاب وكذلك يساعد العلاج على التخلص من الأعراض المزعجة المصاحبة للرحم المقلوب مثل صعوبة الجماع وآلام الدورة الشهرية ويمكن علاج الرحم المقلوب بعدة وسائل تحددها الطبيبة المتخصصة في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم يليد تدعونا بلايك وكومنت وشاركوا في الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ